لم تبدأ المشاورات اليمنية بجينيف في موعدها وعلى الأرجح لن تبدأ في اليوم التالي بسبب تأخر وفد الحوتيين وسط تحذيرات من جانب الوفد الحكومي بالانسحاب إذا لم ترشح معلومات حول قدوم وفد الحوتيين من صنعاء السيناريو نفسه الذي شهدته جولة مشاورات الكويت في 2016 يتكرر اليوم حينها تعمد وفد الانقلابيين تأخير قدومه للأسباب ذاتها وهي محاولة نقل جرح وربما شخصيات علامة الطائرة التي تقل وفدهم إلى المشاورات مصادر في الحكومة أبلغت وكالة رويترز أن الوفد أمهل المبعوث الدولي وقتا إضافيا حتى ظهر الجمعة لإقناع الحوتيين بالقدوم إلى جينيف ما لم فإن الوفد سيقرر غالبا مغادرة جينيف إذا لم يغادر وفد الحوتيين صنعاء وزير الخارجية خالد اليمان من جهته أبلغ الصحفيين في جينيف بأن الحوتيين لم يقبلوا بالحضور وعبر عن اعتقاده أنهم يرتكبون خطأ جسيما بعدم الانخراط جديا في محادثة السلام وشدد في الوقت نفسه أن وفد الحكومة لن يبقى في جينيف إلى أجل غير مسمى ولن يبقى حتى نهاية هذه المشاورات وأعاد تأكيد أن الحكومة جادة في مواصلة جهود السلام تطورات تضع مصير المشاورات برمتها على المحاك في وقت أعلنت فيها الأمم المتحدة أنها لا تتوقع أن يعقد مبعوثها الخاص في اليمن مارتين جريفث أي محادثات في مكاتبها في جينيف يوم الجمعة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث أقر بوجود تحديات تحول دون جمع طرفي الحرب معا في المدينة السويسرية لكنه ما زال يرغب في وصول الوفد من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوتيين وقال جريفث أن التوصل إلى حل سياسي شامل أمر مطلوب لإنهاء الصراع في اليمن حيث يعيش السكان في ظروف أمنية واقتصادية وإنسانية عصيبة لا يبدو إذن أن مشاورة جينيف ستشكل محطة فارقة في مسيرة المبعوث الأممي الجديد خصوصا وأنه قرر على نحو المثير للإهتمام البدء من نقطة الصفر وتحت سقف متواضع من القضايا المطروحة للنقاش والتي لا تتعدى مسألة بناء الثقة بين طرفي الحرب في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر